مع استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أدت الحكومة الجديدة بالرئاسة الثني اليمينة الدستورية اليوم أمام البرلمان في مقره المؤقت في مدينة طبرق شرق البلاد ويأتي أداء الحكومة التي تضم 12 حقيبة اليمينة الدستورية بعد يوم واحد من مطالبة رئيس البرلمان بتسليح ليبيا أو مواجهة تهديد إرهابي أكبر أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالله الثني اليمينة الدستورية أمام البرلمان بعد حصولها على الثقة في مقر البرلمان المؤقت في مدينة طبرق شرق البلاد بعد أن سيطرت مجموعات مسلحة مناوية للحكومة على العاصمة وشكلت برلمانا وحكومة منافسين وتضم تشكلة الثنة الجديدة 13 وزيرا بينهم 3 نواب للثني بينما تم استبعاد حقيبة النفط وسيخضع غطاء النفط لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية مثل ما كان الحال في عهد الغذافي ويأتي منح الثقة لحكومة الثاني بعد يوم واحد من مطالبة رئيس البرلمان دول العالم بتزويد ليبيا بالسلاح لبسط الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة أو مواجهة تهديد إرهابي أكبر على أحد تعبيره وتحدث رئيس البرلمان عقيل صالح عيسى خلال كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة والممتحدة عن انزلاغ بلاده إلى الفوضى مما دفع الحكومة للتخلي عن مبانيها في العاصمة وقال ما كان ليحدث كل هذا لو أخذ المجتمع الدولي الوضع في ليبيا بمحمل الجد وساعد الحكومة في إنشاء جيش قوي ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة من جهته أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن رغبة بلاده في الحصول على معلومات نزهة حول وضع الترسانة الكيميائية في ليبيا وأضاف لافروف في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة والممتحدة إن الدول الأعضاء في هلف الناتو الذين قصفوا ليبيا في خرق لقرار مجلس الأمن الدولي لا يودون التذكير بالفوضى التي خلقوها إلا أن مشكلة الترسانة الكيميائية الليبية الخارج عن السيطرة بالغة الخطورة ولا يمكن تجاهلها وطالب لافروف الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بأن يتحلى بالمسؤولية في هذه القضية